موسيقى مع تجاوز الحرارة نصف درجة الغليان الدفاع المدني تصدر تحضيرات للمواطنين وجفاف يحول بحيرة الحبانية إلى بركة راكدة باقتراب موعد الاقتراع عزوف المرشحين يدفع المفوضية لتمديد التسجيل ودعوات لاعتماد بطاقة الناخب في المعاملات الرسمية موسيقى وقررنا استضافة وزيرة الاتصالات بهذا الخصوص وبمواضيع أخرى طبعا ليس الموضوع الوحيد النقل النيابية تكشف عن توجه لاستضافة وزيرة الاتصالات والفتلاوي تخاطب الرئاسة لتوجيه سؤال شفهي للمستضافة موسيقى على خلفية قضايا تتعلق بالفساد حجز أموال وزير النفط السابق إحسان عبدالجبار ولجنة النزاهة تتحرك صوب الوزارة السلام عليكم نبدأ هذه الجولة الإخبارية من أزمة المياه فبعد أن كانت وجهة سياحية حول الجفاف بحيرة الحبانية إلى بركة راكدة وقال مدير الموارد المائية في الأنبار جمال عودة إن ترازع من سوب على البحيرة ونهر الفرات يعود إلى قلة الإطلاقات المائية من دول المنبع مثل تركيا وسوريا لافتان إلى أن وزارة الموارد اضطرت إلى سحب المياه من بحيرة الحبانية لتعزيز الحصص المائية في محافظات الوسط والجنوب ما تسبب بتحولها لبركة ماء راكدة لا تصلح لا للشرب ولا للسباحة في غضون ذلك أكد وزير الموارد المائية عون دياب تحسن تدفقات المياه من تركيا وبواقع 500 متر مكعب في الثانية وقال ذياب أن أزمة المياه باتت تؤثر في العراق من شماله إلى جنوبه ولا تقتصر على مدن الوسط والجنوب مشيرا إلى أن هناك استخداما جائرا للمياه في أربيل ومحافظات أخرى يؤثر على حسس بقية المحافظات وعن المباحثات مع دول المنبع عكد ذياب أن المباحثات مستمرة والملاف يديره رئيس الوزراء بوصفه ملفا سياديا هذا وأظهر مقطع فيديو توقف العمل بمشروع النفق المغمور بسبب انقطاع المياه في محافظة البصرة المقطع المتداول أظهر العشارات من العمال وهم يغادرون المشروع نتيجة للانقطاع التام للمياه في سياق متصل كشف برنامج الأمم المتحدة الإنمائية عن فقدان العراق نحو 400 ألف دونم من الأراضي الزراعية سنويا بسبب التغيرات المناخية وقال الممثل المقيم للبرنامج أوكيلوتسيما أن العراق يصنف في المرتبة الخامسة بين الدول الأكثر عرضة للتأثر بالتغير المناخي مشيرا إلى أن تغير المناخ يمثل تهديدا مباشرا للبلاد التغيرات المناخية بدأ تأثيرها الكبير يظهر على العراق يوما بعد يوم إذ توصل البلاد تسجيل درجات حرارة غير مسبوقة فاقت الخمسين درجة في بعض المناطق وأعلنت منظمة الأرصاد الجوية والزلازل أن الدرجات الحرارة ستتجاوز الخمسين درجة مئوية في ثلاث عشرة محافظة خلال الأيام القادمة وسجلت على درجة حرارة في محافظات كربلاء والنجف وميسان والنصرية والمثل التجاوزات الواحدة والخمسين درجة مئوية بدورها حذرت مديرية الدفاع المدني المواطنين من ترك المواد القابلة للاشتعال عرضة لأشاعة الشمس بسبب الارتفاع الكبير في درجة الحرارة وفي بيان لها شددت المديرية على ضرورة الاهتمام بترشيد الطاقة الكهربائية وعدم تحميل النقاط الكهربائية أكثر من الحد المقرر ومراقبة أجهزة التبريد والمكيفات سيمة أجهزة الحماية لضمان عدم حصول تماس كهربائي والذي يعاد أحد أهم أسباب حدوث الحرائق التي تكثر في فصل الصيف نتابع تفاصيل هذا الملف مع ضيفي المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني سيادة العميد جودة عبد الرحمن بداية نرحب بحضرتك سيادة العميد ونشكرك على قبولك الدعوة أهلا وسهلا وتحية لكم ولمشاهديكم الكرام حياكم الله حياك الله إذن ربما في ظل ارتفاع درجات الحرارة بالتأكيد تزداد نسب الحوادث كما أشرتم أيضا في هذا البيان ما هي أبرز ربما الإجراءات الاستباقية التي يمكن اتخاذها من خلالكم لتلافي هذه الحوادث نعم شكرا جزيلا حقيقة ارتفاع درجات الحرارة وفي بعض الأحيان وصولها إلى عتبة الخمسين درجة مئوية تعتبر عامل مساعد في حصول حوادث الحريق لأن أغلب المواد حقيقة يكون درجة اتقادها واطئة بسبب ارتفاع درجات الحرارة العالية وبسبب أي شرارة كهربائية أو نارية تكون هناك حوادث حريق لذلك مديرية الدفاع المدني ومنذ وقبل حلول عفوا فصل الصيف أصدرت وصايا ورشادات الدفاع المدني المتعلقة بالمواطنين وأكدت هذه المديرية هذه الوصايا بين فترة وأخرى كلما كان هناك موجات من الحار كلما علمنا من قبل هيئة الأنواع الجوية والرصد الزلزالي أن هناك ارتفاع بدرجات الحرارة تؤكد مديرية الدفاع المدني هذه الأرشادات وتطلب حقيقة في ذات الوقت من كافة الأخوة المواطنين الأعزاء الانتزام بكل ما يصدر عن مديرية الدفاع المدني حتى نضمن عدم حصول حوادث الحريق في هذا الفصل الذي يشهد ارتفاعا في حدوث الحرائق مع أن مديرية الدفاع المدني ومنذ بداية العام ولغاية هذا اليوم قد أشرت في سجلاتها الإحصائية انخفاضا ملموسا في حوادث الحريق يصل إلى 20% ونأمل بانتهاء فصل الصيف أن يستمر هذا الانخفاض وكل ذلك يأتي حقيقة من خلال الحملات التوعية التي أطلقتها مديرية الدفاع المدني والتي استهدفت مختلف شرائح المجتمع وأيضا من خلال إجراء الكشفات الوقائية خارج الخطة العامة التي تعمل عليها مديرية الدفاع المدني على كافة المشاريع التجارية والصناعية والمخازن التجارية وقد أثمر هذين المحورين المحور التوعوي ومحور الكشفات إلى انخفاض نسبة حوادث الحريق إلى نسبة 20% ونأمل استمرار هذا الانخفاض سيدة العميد ربما المسؤولية هي ليست فقط على عاتقكم وأنا أؤكد وأكد أجزم هذا الموضوع بأن المسؤولية ربما مقسمة على الدفاع المدني والتنسيق حتى ما بين ربما الوزارات وعلى حسب التخصيصات الموصى بها إلى الدفاع المدني لكن فيما يتعلق بالمسؤولية التي تقع على المواطن العراقي هنا أتسأل ما هي المسؤولية التي تقع عليه لمساعدة والصغل كعام المساعد بالنسبة للدفاع المدني لتلافي الحوادث ربما أو لسرعة الإنجاز في الحوادث لا سمح الله نعم شكرا جزيلا سؤال رائع حقيقة مديرية الدفاع المدني وحدها لا تستطيع أن تعمل لم يكن هناك تعاون من قبل مختلف المواطنين مع كل ما يصدر عن مديرية الدفاع المدني من وصائل ورشادات وكل ما يصدر عن مديرية الدفاع المدني من التعليمات خلال الكشوفات التي تجريها سواء فيها القطاع العام والقطاع الخاص وتوفير متطلبات الدفاع المدني وإجراءات الوقائية لأن مديرية الدفاع المدني حقيقة يعتبر المواطن شريك أساسي في عملها ومديرية الدفاع المدني أيضا تركز حقيقة على الوعي الكبير الذي يمتلكه المواطن العراقي ومن خلال هذا الوعي أطلقت مديرية الدفاع المدني حملات التوعية الحملة الأخرى دفاع المدني مختلف شرائح المجتمع وبالفعل نجحت هذه الحملات من خلال النتائج التي حصلنا عليها من خفاض نسبة حصول الحوادث إلى عفوا إلى عشرين بالمئة في مجمل الأمر في الموضوع برمته أن يكون هناك استجابة سريعة من قبل أخوة المواطنين سواء كانوا في البيوت أو في محلات العمل أو في السيارة هذه الاستجابة تتمثل بتوفير متطلبات الدفاع المدني وأبسط متطلب لجراءات الوقاية والسلامة أبسط متطلب للدفاع المدني هو مطفئة الحريق يجب الاهتمام بمطفئة الحريق يجب توفيرها في المنزل وفي مكان العمل وفي السيارة لأن الحريق حقيقة يبدأ صغيرا وينتهي كبيرا من خلال الاستخدام الجيد والمنتظم لمطفئة الحريق يستطيع المواطن من أخماد حادث الحريق إن كان صغيرا ولكن للأسف الشديد لم تجد المطفئة لم يهتم بكل ما يصدر على مديرية الدفاع المدني لم يتم توفير متطلبات الدفاع المدني فأن الحوادث الحريقة التي تبدأ صغيرة سوف تنتهي لحوادث كبيرة وبالتالي تشكل خطر كبير في الأرواح وفي الأموال وبالتالي تضرر الاقتصاد الوطني وهذا الموضوع حقيقي هو الهدف الأسمى الذي تعمل عليه مديرية الدفاع المدني ألا وهو الحفاظ على الاقتصاد الوطني بشقيها البشري والمادي سيادة العميد نشد على أيديكم بكل تأكيد ونؤذركم بهذه المهام التي تقومون بها مهام مبجلة ومشرفة أيضا وحفظكم الله من كل الشر ونتمنى أيضا أن يستمعوا المواطنين إلى هذه التوصيات المهمة جدا سيادة العميد جودة عبد الرحمن المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني نشكركم جزيلا الشكر على هذه التفاصيل المهمة شكرا وحياكم الله قررت المفوضية العليا للانتخابات تمديد مدة تسجيل مرشحي لانتخابات مجالس المحافظات وثيقة صادرة عن المفوضية تضمنت قرارا بغلق باب تسجيل المرشحين المنفردين مع نهاية اليوم الثالث عشر من أب جاري بينما أبقت باب التسجيل مفتوحا للأحزاب السياسية والتحالفات إلى العشرين من أب قرار تمديد التسجيل الذي أصدرته المفوضية جاء متزامنا مع سابقة لم تحصل في السباقات الانتخابية الماضية وربما لن تتكرر في المقبلات منها حيث خلت صلاح الدين من المرشحي للانتخابات على الأقل بشكل رسمي ومسجل لدى المفوضية العليا للانتخابات وفيما مصدر داخل مكتب المفوضية في صلاح الدين أفاد بأن المفوضية لم تتسلم أوراق أي مرشح رسميا رغم أن وقت الترشيح قارب بشكل كبير على الانقضاء وفي اتكاسة انتخابية مقاربة فأن مفوضية محافظة البصرة قالت إنها تسلمت أوراق مرشح واحد فقط بدورها ضعت اللجنة القانونية النيابية لاستخدام بطاقة البيومتري كمستند في المعاملات الرسمية مشيرة إلى ذلك أنه سيشجع الناخب على المضي في تحديث بياناته عضو اللجنة رائد المالكي قال إنه لا يوجد الزام للمواطن بالمشاركة في الانتخابات لكن الناخب قد يغير نيته حين يرى أهمية البطاقة البيومترية وأضاف المالكي إن استخدام البطاقة لدى كاتب العضل أمر مرحب به ويجب أن يعمم على جميع التعاملات الرسمية الأخرى على حد تعبيره في خطوة جديدة لضمان منافسة عادلة وإبعاد المال السياسي تذهب المفوضية باتجاه تحديد السقوف المادية للدعاية الانتخابية والتي ستحدد وفق عدد الناخبين في بادرة النهية الأولى من نوعها على المسار الانتخابي تذهب المفوضية بتحديد السقوف المادية لحجم الدعاية الانتخابية ستكون المعايير المعتمدة بقياس الانفاق بالنسبة للأفراد 250 دينار مضروبة بعدد ناخب المحافظة أما بالنسبة للأحزاب فتكون 250 دينار مضروبة في عدد الناخبين في عدد المرشحين داخل الحزب أو التحالف السياسي موضوع الانفاق على الحملات الانتخابية طعا هو لأول مرة تكون هذه اللجنة ولأول مرة تشرع المفوضية بهذا العمل بالنسبة للمصرفات الخاصة به تكون بالنسبة لمرشح الفرد 250 دينار مضروبة في عدد الناخبين أما بالنسبة للتحالفات والأحزاب تكون 250 دينار مضروبة في عدد الناخبين في عدد المرشحين سواء كان للحزب أو للتحالف وعلى هذه الأحزاب والتحالفات والمرشحين يقدمون تقريرهم الأولي خلال 15 يوم من يوم الاقتراب خطوتنا ترى فيها أوسط سياسية ضمانة لمنافسة عادلة بين الشخصيات الصغيرة والقوى الناشئة مع الأحزاب الكبيرة التي بإمكانها اكتساع الشارع بحجوم دعايتها الانتخابية خصوصا إن قانون الانتخابات المعدل يتحل المرشحين تغطية جميع المحافظة ضمن الحملة الدعائية سيعطي فرصة للمرشحين المستقلين أو المرشحين الذين لقد لا يتمتلكون الأموال وإمكانيات عامة بعض الأحزاب قد تمتلك مليارات وقد بعض الكبيرة السياسية أحزاب صغيرة لا تمتلك ذلك أنا أعتقد التحديد سوف يعطي غطاء واحد سيعطي أولا تساوي بالحملات الإعلانية الإعلامية بالدعاية الانتخابية بعملية تسويق الانتخاب وهذا يعني أن الجميع سيعمل وفقه سقف مالي محدد لكن هذا يطلب مراقبة من قبل المفوضية وستشمل الأموال المحددة للإنفاق على الحملات الانتخابية إقامة المؤتمرات الخاصة بإعلان تأسيس الأحزاب والندوات التعريفية وكل ما هو متعلق ضمنه الحدود الانتخابية ومع ضراوة المنافسة الانتخابية المتوقعة تبوز الحاجة إلى تكثيف الإجراءات الرقابية لمغادرة الإقفاقات التي صاحبت العمليات الانتخابية الماضية مصطفى علوش الرابعة حمل الاتحاد الوطني في كاركوك الحزب الديمقراطي مسؤولية عدم دخول الكرد في قائمة واحدة في المحافظة القياد في الاتحاد حاج عادل قال أن إصرار الحزب الديمقراطي على عدم دخوله بقائمة وحدة لخوض الانتخابات المحلية سيؤدي لخسارة كردية وضياع للأصوات وشار عادل إلى أن الاتحاد الوطني حاول مرارا توحيد الصف الكرد في كاركوك والمناطق المتنازع عليها يتخوف مواطن كاركوك من إعادة تدوير الوجوه السابقة خلال الانتخابات المحلية سيما أن المحافظة لم تجهد أي اقتراع محلي منذ 18 عاما بين الباحث عن فرصة أكبر باستغلال فترة التمديد وبين من أتم استعداداته للمشاركة بأقل القوائم عدداً ضمن انتخابات مجالس المحافظات المرتقبة قائمتين لربما ليست بثالثة هي ما توصل إليه العرب في كاركوك الذي يرى أن التحالفات ستكون إيجابية بتمثيل المكون كنا نحتاجين إلى تمديد حتى يكون هناك مساعي وعمل لتوحيد الصف يعني بشكل كامل والخروج بتحالفات حقيقية ومتينة وتنضوي كل الأطراف داخل هذه المكونات واعتقد سيكون هناك خروج لنتائج ترضي كل الأطراف قائمة جبهة تركومان العراق الموحد هي نتاج تحالفات المكون التركوماني التي اعتبرت قائمة تمثل جميع الأحزاب للمكون ذاته وكما يقولون إن هذه الانتخابات جاءت فرصة لتوحيد الصف اليوم حافظنا على تلك اللحمة وهذا الانسجام الموجود في داخل الأحزاب التركومانية وأصرنا على أن تكون اسم قائمة جبهة تركومان العراق الموحد هي القائمة التي سنخذ فيها انتخابات المحلية المقبلة وبالتالي هناك أيضا بعض الأحزاب كانت خارج تلك التحالفات في المرحلة السابقة اليوم دخلوا ضمن التحالفنا ولعل الخلافات العميقة وتباطؤ بعض الأحزاب باتت المعرقل أمام التقارب الكردي لدخول بقائمة واحدة بحسب قيادات كردية المحادثات جارية ومستمرة ونأمل أن نصل إلى قائمة موحدة للمكون الكردي كضرورة لهذه الانتخابات وظروف كاركو ولكن نرى بعض التباطؤ من قبل بعض الأحزاب السياسية الكردية المعروفة بمواقفها السابقة تجاه مدينة كاركو والاتحاد الوطني الكردستاني سوف يدخل الانتخابات مع جميع الأحزاب التي يكون مشاركتها فعلية في مدينة كاركو وكما يقول مراقبون إن مدة التمديد أمام تشكيل التحالفات اعتبرت القشة التي قسمت ظهر الخلافات وقاربت الرؤى للوصول إلى أقل القوائم عددا من كاركوك مهندة ميمي قناة الرابعة الدكتور طالب محمد كريم الأكاديمي والبحث السياسي سنستقرئ مع حضرته تفاصيل هذا الملاف السياسي والانتخابي بداية نرحب بحضرتك دكتور ونشكرك على قبولك الدعوة شكرا لك سيدتي حياك الله بين الخلافات السياسية ربما المعتاد عليها قبل أي استحقاق انتخابي أو سياسي هنا نلتمس تشكيك وهواجس وتحديات أيضا لنتحدث عن التشكيك والهواجس أولا بأنه قد لا يتم الالتزام بموعد الانتخابات لمجالس المحافظات أي أنه قد يتم تأجيلها بالفعل وسط هذه التحديات والمعطيات الموجودة بعزوف بعض المواطنين والمرشحين بسابقة ربما صلاح الدين بأنه لم يتم حتى الآن تسلم أي أوراق لأي مرشح هل بالفعل قد تطغى هذه التحديات والهواجس على الموعد الانتخابي؟ أكرر شكري وامتناني لجنابك الكريم أنا أعتقد ربما الموضوع ذو أبعاد متعددة بالتالي لا أستطيع فقط أن أربط الموضوع أو المشكلة بالمفوضية المفوضية نعم هي تعاني من مشكلات يعني بمعنى 27 مليون ناخب أو يحق له الانتخاب 9 مليون من هذا العدد هم عازفين عن الانتخابات بالتالي ما طبعا عند البحث عن أسباب هذا الرقم العالي جدا هناك من هو متخصص يذكر أن القضية هي هناك فقرة قانونية منعت طبعا هؤلاء وبالتالي أعتقد من يعتمد على بيانات 2021 هذه مشكلة من خلال قناتكم الآن أنا أطرحها هذه المشكلة الأولى المشكلة الثانية أعتقد أنه ما سرب للإعلام خلال الفترة السابقة من أخبار أخبار ربما يعني كان صداها تمثل أحزاب سياسية عن أن هناك رغبة في تأجيل الانتخابات هذا أضعف طبعا من الثقافة الانتخابية وأضعف ربما حتى من إرادة أحزاب الناشئة الجديدة أو الشخصيات السياسية المستقلة التي تطرح نفسها اليوم باعتبار أنه تمتلك ربما رؤية جديدة تحاول من خلال هذه الرؤية أنه تتناغم مع هذه المضادئ العليا في سبيل أن تقدم منجزات وخدمات للمواطن المواطن العراقي اليوم هو أساسا هو ناقم ويمتلك قرار مسبق للأسف الشديد عن عزوفة يحاول أنه كيف نقنع هذا الناخب هذا العدد الكبير أنه تعالوا شاركوا لتغيير نسخة جديدة من خلال صناديق الاقتراع السؤال طبعا أنا كأنه أتكلم يعني في عقلية وذهنية المواطن يقول ما هو الجديد ما كل الشعارات هي طرحة سابقا وتم احتراقها بالمناسبة يعني حتى الآن أي شخص يريد أن يجمع مفردة معينة يحاول أن يجعلها أيقونة لمشروع انتخابي سواء يمثل الناخب أو جهة كل المفردات تم حرقها يعني شتري تقول تتكلم عن الصدق عن النزاهة عن هناك مستقبل تم بنسبة عالية فضلا عن أنه أساسا مجالس المحافظات التي هي أساسا تم توقيف عملها وهي معتمدة على نص دستوري يفترض أن يستمر عملها وإحنا تأخرنا عشر سنوات هي أساسا بسبب أن مجالس المحافظات في الأغلب العام لم تحقق منجز يرضي طموح المواطن أنا أتكلم هذا الكلام الآن قاعد أشرح لكن الحقيقة أنه هل نستسلم لا أعتقد بذلك يفترض أن يكون هناك زح كبير لماذا أقول ذلك؟ لأننا نحن نعيش في عالم متغير اليوم عندنا جيل جديد الجيل ليس فقط أن أقصد به جيل بيولوجي وإنما حتى جيل من الأفكار والنبج والخبرة والنزاهة الكل مندفعين في سبيل أن يزاحمون ربما الأحزاب النمطية التقليدية في سبيل أن يكون هناك منجز حقيقي ملموسة للمس المواطن طيب دكتور نستثمر الحديث مع حضرتك بالبعد المهم الذي أشرت إليه وهو المواطن العراقي يعني هناك طرح نود استثمر الحديث مع حضرتك وحداقتك به بأنه يقولون عزوف السيد الصدر ومؤيديه عن المشاركة بهذه الانتخابات وربما الموقف الغامض حتى الآن بالمشاركة بهذه الانتخابات قد يحجم عدد هائل من الناخبين باختيار ربما جماهيرهم ومرشحيهم أي ما يعني أن من توكل إليه مهام إدارة المحافظة لا يملك الحق في تحمل مسؤولية الثقل الجماهيري هناك في هذا الطرح ما هو استقراءكم له؟ تفضل طبعا أنا أعتقد حتى ربما بالفترة القريبة أيضا خرجت بعض التصريحات وإن كانت لم تكن رسمية نوهت إلى أنه تيار سيشارك بالانتخابة سواء كان ربما بعناوين واضحة أو ربما بقوائم ظلية أو ربما تدعم شخصيات معينة بالمناسبة يعني إذا لم يشارك لا يعني أنه لا يمتلك رؤية ربما هناك شخصيات ربما هناك وجهات نظر ما يهم بالتيار الصدري هو من هو الذي سيحقق يعني يعتمد على النقاط الثلاثة لذكرتها النزاهة والخبرة والكفاءة يعني هذه معايير ثلاثة لا يمكن أن نقاش بها بالتالي أعتقد أنه إذا أردنا أنه نرفع من مستوى المشاركة هذا الشيء جيد لماذا؟ لأنه عندما المفوضية تعلن أنه نسبة الآن المسجلين ومدونين النسبة 58 وكسر يعني هناك عزوف يعني بما يقارب 42 هذه رسالة غير صحيحة سواء كان للداخل العراقي أو ربما للمجتمع الدولي كل ما ترتفع نسبة المشاركة يعني على أنه الشعب حي ويؤمن بالنظام الديمقراطي ويؤمن بالآليات وبصناديق الاختراع إذا كان هناك ربما نسبة عالية أو قريبة من هذا الرقم هذا ماذا يعطي؟ يعطي على أنه خلال خمس دورات انتخابية لمجالس النواب بدأ الضعف واضح جداً وتقهقر بدأنا نتراجع وهذا أيضاً رسالة غير صحيحة ولذلك أعتقد هنا المسئولية تقع على الأحزاب السياسية وحتى على مؤسسات الدولة بمعنى كيف يمكن لهذه المؤسسات أن تطرح ربما فكرة أو رؤية جديدة هذه الرؤية ترفع من مشاعر ومعنويات الناخب العراقي في سبيل أنه نصنع ذلك أو ربما نخلق له نافذة أمل على أنه المستقبل هو أفضل من الواقع أنا أعتقد اليوم المواطن هو ينظر ما هو المعيار من يسمع مرة وينظر مرة كيف تختار ربما الأحزاب ما هي معاييره في اختيار الشخصيات التي تقدمهم سواء كانت على مناصر تنفيذية أو ربما تقدمك مرة الشحين هل تحمل ربما كفاءة عند شهادة عالية عند خبرة عند نزاهة سمعتك كيف هي سمعته ثقافة ما يمتلك من ثقافة إذا استسمحي لي أعتقد ربما أيضاً الأغير لا يعتمد على هذه المعايير هو يبحث عن ولااءات وبالتالي هنا سيخفق المشروع برمته أنا أتكلم عن مشروع دولة أنا أتكلم عن نظام ديمقراطي عراقي أنا أتكلم عن حماية الدولة في وقوع ربما مستقبل لا سامح الله في هذه الخنادق اللي وقعت بي سابقة بالتالي يفترض أنه الكل تكون مسؤولية تضامنية ما بين الأحزاب ما بين الكتل السياسية ما بين مؤسسات الدولة تدعم طبعاً مؤسسات الدولة في سبيل أن نصنع ربما مناخ ومزاج ديمقراطي يسمح للآخرين في التنافس وبالتالي يفترض أن يكون هناك منجس يتلمس المواطن العراقي بالفعل دكتور استفهامات مهمة جداً وتحليل دقيق وحدق كنت لا أود أن أقاطعه لكن بسبب ضيق الوقت الدكتور طالب محمد كريم الأكاديمي والبحث السياسي نشكرك جزيل الشكر دكتور على هذه التفاصيل المهمة يزور وفد من حكومة إقليم كردستان بغداد غداً لبحث تطبيق قانون الموازنة وملفات أخرى متحدث باسم حكومة الإقليم بيشوا هورامي أكد أن الوفد الكردي سيناقش أيضاً في بغداد قانون النفط والغاز وإمكانية إنضاج المسودة الأخيرة للمشروع وعلفته هورامي إلى أن الوفد سيضم ممثلين عن وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم وخبراء في النفط والغاز ينتظر مجلس النواب الضوء الأخضر من الكتل السياسية بشأن النقاط الخلافية في قانون النفط والغاز يأتي ذلك بعد أن وصلت الحوارات بين بغداد وأربيل إلى مراحل متقدمة إلى مراحل جيدة وصلت الحوارات التفاوضية بين الأحزاب السياسية في بغداد والإقليم بشأن الصيغة التي ستقدم بها مسودة قانون النفط والغاز إلى البرلمان حين إكمال الاتفاق على الفقرات الخلافية الموجودة في القانون هناك اتفاقات مبدئية بين حكومة أقليم كونسان وحكومة المركز حول قانون النفط والغاز ونحن نتأمل في هذه الدورة أن يكون يوصلوا إلى حل نهائي وإرساله إلى البرلمان لكي نستطيع التصويت عليها ويكون قانون لخدمة الجميع هناك إرادة جدية للتوصل إلى هذا الحل وهذا ليس مثل الأقليم كونسان هذا يحتاج إلى كل العراق القانون المهم فنيا البرلمان باشر بإعداد التفاصيل الكاملة لقانون النفط والغاز وبانتظار قرار الكتل السياسية بإعطائه الموقف الرسمي بحصيلة الاتفاقات على المختلف عليه من النقاط للشروع بعدها بكتابة مسودة تكون جامعة لرؤى الطرفين في المركز والإقليم تعرف القانون فيه جوانب فنية وأيضا جوانب سياسية من الناحية الفنية اللجان توصلت إلى شبه اتفاق على الأمور الفنية بقيت عدة مواد ترحلت لم تناقش من قبل هذه اللجان من المادة 5 حتى المادة 12 من مسودة القانون تعرف فيها مسودات عديدة طرحات مسودة في 2007 و2011 والآن هذه أيضا ستكون هناك مسودة جديدة في عام 2023 الإدارة النفطية وصلاحية توزيعها في عملية التصدير والإشراف على الإيرادات هو ما أربك تفاوضات بغداد مع الإقليم في أكثر من جولة حوارية بالرغم من إيرادة وإصرار الطرفين على تشريع قانون النفط والغاز في هذه المرحلة الحكومية المستقرة في علاقاتها مع أربيل أحمد ليث بغداد قناة الرابعة طالبت رئيس حركة إيرادة أدناب حنان الفتلاوي رئاسة مجلس النواب بتوجيه سؤال شفهي إلى وزير الاتصالات هويام الياسري ودعت الفتلاوي حسب وثيقة رسمية صادرة عن مكتبها بتوجيه الأسئلة لوزير الاتصالات على أن تكون الإجابة عنها شفاها استنادا لأحكام الدستور بدورها كشفت رئيسة لجنة النقل والاتصالات النيابية زهر الابتشاري عن توجه لاستضافة وزيرة الاتصالات بشأن عدد من الملفات التي تتعلق بعمل الوزارة أليب تشاري وفي حديث لبرنامج من جهة الرابعة أشارت إلى أن اللجنة ستواجه الأسئلة للوزيرة بشأن حضر التليجرام وخدمة الأنترنت وغيرها من الملفات لجنة اجتماعات وقررنا استضافة وزيرة الاتصالات بهذا الخصوص وبمواضيع أخرى طبعا ليس الموضوع الوحيد هو موضوع التليجرام إنما هناك تخبط بعمل الوزارة تسعيره حجب المواقع فتح المواقع الشكاوى المقدمة من قبل الشركات القمر الصناعي لحد الآن لم نفهمنا بأنه القمر الصناعي شنو مشروع القمر الصناعي الأمن السيبراني وين وصل هذا المشروع الكابل الضوئي وين وصل المشروع الترانزيت وين وصل المشروع هذه كلها مشاريع تخص وزارة الاتصالات شالت ضربة الهاتف النقال رجعت ضربة الهاتف النقال خلينا نصرنا سياسة يعني أنا اليوم أننا سوفت خطوة غير دارسته ودارست جدوى الاقتصادية ما لتتأثيرها على المجتمع فائدة الدولة فائدة المواطنين نبخضيها مو هي حق التجارب وناسنا العراقين مو حق التجارب لوزاراتنا اتفاق على شكله العام واختلاف على مضمونه هكذا هو حال قانون العفو العام داخل أروقة البرلمان لكن يبقى هذا الملاف بحاجة إلى توافق سياسي يكون أقوى من المواد المختلف عليها لتمريره مجددا يتفاعل الحديث داخل أروقة البرلمان عن مسودة قانون العفو العام الذي يعد من القوانين الجدلية منذ سنوات اللجنة القانونية تتسلم الإجراءات الخاصة به غير أن تحديد صيغة المسودة النهائية تحتاج إلى اتفاقات سياسية جدة للتصويت عليه ما وصل مجلس النواب العراقي هو فقط إعلام بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة بصدد المضي بتشريع تعديل لقانون العفو العام وهو أشار صراحة إلى تكليف الدائرة القانونية بإعداد مسودة تعديل يتضمن تعديل أو إعادة تعريف مصطلح الإرهاب وأيضا إشارة إلى أنه هذا جزء من الاتفاق السياسي الذي حصل في تحالف إدارة الدولة أو تحالف تشكيل الحكومة ثم ترغبة لدى الأطراف السياسية إزاء تعديل القانون لا سيما الأحزاب السنية التي تستعجل في خطواتها لتمريره قبيل الانتخابات المحلية وذلك لإعادة الثقة في صدور ناخبيها سيد الرئيس محمد الحلبوسي متابع هذا الموضوع بشكل مباشر مع سيد الرئيس الوزراء وتحالف إدارة الدولة حول هذا الموضوع وإن شاء الله خلال الأيام المقبلة أو الساعات القريبة سوف نعلن عن آخر مخرجات هذا القانون وتقف بعض الأقطاب السياسية لا سيما من الإطار التنسيقي ضد مسودة القانون المعروضة حاليا في مجلس الوزراء بداعي أنها تفتح الباب أمام الإرهاب والمدانين بقضايا أخرى خطيرة وتتفق الآراء النيابية حول تمرير قانون العفو العام خلال الفصل التشريعي الحالي على الرغم من الجدل حول مسودته التي ترفضها بعض القوى السياسية لأسباب تتعلق بقضايا المدانين بالإرهاب من مجلس النواف فقار فاضل الرابعة أكد القائد العام للقوات المسلحة محمد شيع السوداني عدم حاجة العراق إلى قوات قتالية أجنبية السوداني خلال استقباله عدد من القادة الذين اشتركوا بتحرير محافظة نينوى شدد على أن الحكومة تجري حوارات متقدمة من أجل تحديد شكل العلاقة والتعاون المستقبلي مع التحالف الدولي وجدد السوداني التأكيد على التزام القوات المسلحة بمسارها المهني والدستوري والقانوني ترجمة نانسي قنقر سجلت 154 ألف دينار لكل 100 دولار مبينا أن أسعار شراء العملة الأجنبية سجلت 152 دينار لكل 100 دولار من جهتها عربت الحكومة عن أمالها أن يصم إطلاق أموال الموازنة في خفض سعر الدولار بالسوق الموازي وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي أن إطلاق الموازنة يعني توفر سيولة نقدية كبيرة ستكون عاملا مساعدا في انخفاض سعر صرف الدولار بصورة كبيرة جدا مشيرا إلى أن الارتفاع الذي حصل مؤخرا بسعر الصرف جاء نتيجة القرارات التي اتخذت بمنع 14 مصرفا عراقيا من التعامل بالدولار هذا وطالبت لجنة الاقتصاد النيابية محافظة البنك المركزي بضرورة بدل جهد أكبر لاستقرار سعر الصرف والسيطرة على المنافذ والمضاربين بالعملة وذكرت اللجنة في بيان أنها ناقشت مع محافظ البنك المركزي في مبنى البرلمان موضوع ارتفاع الدولار مؤكدة وقف اللجنة مع اجراءة الحكومة والبنك المركزي في محاربة المضاربين بالسعر الصرف مشددة على ضرورة مراعاة المعايير الدولية التي يعمل بها البنك المركزي والتي لا يمكن أن يتجاوزها أصدرت محكمة تحقيق الكرخ قرارا بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير النفط السابق أحسان عبدالجبار مصدر قضائي قال إن المحكمة المختصة بقضايا نزاهة أصدرت قرارا بحجز أموال وزير النفط السابق على خلفية قضية تتعلق باستغلال منصبه وتلقي رشة من عدد من المستثمرين الذين يرتبطون بعقود مع وزارة النفط مشيرا إلى أن ذلك القرار يعد نافذة اتهمت لجنة النزاهة النيابية جهات سياسية لن تسمها بالاعتماد على تمويلها المالي من الفساد المتراكم في وزارة النفط وقال رئيس اللجنة زياد الجنابي إن لجنته ستعمل على قطع الطريق على هذه الأحزاب وإيقاف تلك العمليات ما يخفي على الجميع لجنة النزاهة فتحت ملفات كثيرة منها معلنة ومنها لحد الآن قيد التحقق في عملها واستضافات مستمرة من ضمن الوزارات أعتقد ملف مدير عام المصافي اطلعته عليها وكانت مخالفات كثيرة وانحال إلى دولة رئيس الوزراء وبعد ذلك إلى هيئة النزاهة والتحقيقات وأيضا ضمن عمل وزارة النفط ننتظر النتائج الأيام القليلة القادمة على أن يغلق هذا الملف وتطبق المخالفات ويحال إلى القضاء وننتظر بصراحة ننتظر موقف أيضا من دولة رئيس الوزراء على حسم هذا الموضوع ملفات موجودة ضمن الوضع الاقتصادي اللي هو وزارة المالية والبنك المركزي والمؤسسات البنقية المعنية اللي معنية بالوضع الاقتصادي ومثل ما تعرفون التلاعب المستمر بالدولار وأيضا مافيات الفساد اللي موجودة ضمن هذا الملف أبدى القيادي في تيار الحكمة فهد الجبوري استغرابه من هروب مدير مكتب محافظ بغداد رغم صدور مذكرة قبض بحقه الجبوري قال أن هناك تباطئ واضح في مراقبة العمل التشريعي والتنفيذي من جانب هيئة النزاهة ولجنة النزاهة ومكافحة الفساد لافتا إلى أن هناك عشرات الوثائق تنشر على مواقع التواصل بدلاء الدامغة عن الفساد في مكتب محافظ بغداد دعت لجنة النفط والثروات الطبيعية البرلمانية لمقاضات تركيا بشأن الصادرات النفطية المخالفة للقانون وقال عضو اللجنة كاظم الطوغي أن الصادرات النفطية توقفت عبر تركيا بعد أن تم تغريمها بمبالغ من قبل المحكمة الدولية عن تصدير النفط خلافا للقانون لافتتان إلى أن العراق لديه الإمكانية لتغريم تركيا ومعاقبتها والحصول على مبالغ تعويضية من الصادرات النفطية المارة من خلال أراضيها خلافا للقانون في الأعوام الماضية أعلن مجلس الخدمة الاتحادي وصول جميع البيانات المتعلقة بالخريجين من الأطباء والصيادلة والمهن التمريضية رئيس مجلس الخدمة محمود التميمي قال أن مجلس الخدمة ينتظر إرسال الدرجات الوظيفية والتخصيص المالي من وزارة الصحة للشروع بالإجراءات المتعلقة بتعينهم وأشار التميمي إلى أن تعليمات وزارة المالية حصرت آلية تعيين العقود البالغ عددهم 150 ألف في الموازنة بالحكومات المحلية في بادرة فريدة وجهود ذاتية نجح الفلاح ليث البلداوي في إدخال فاكهة العنب الأجنبي أو ما يعرب بعنب الياقوت الأسود إلى المحاصيل المحلية والتفاصيل نتابعها في تقرير محمد الربيعي سلالات نادرة وجديدة من العنب الأجنبي باتت وحيدة من المحاصيل المحلية بعد أن نجح الفلاح ليث البلداوي من زراعة عنب الياقوت الأسود ذي الأصول الأمريكية والتايدندية في مزارع بلد بمحافظة صلاح الدين لتكون إضافة فريدة للمنتج العراقي تضاف إلى قائمة أصناف العنب الأخرى المنتج الذي يتميز بمذاقه المختلف وشكله الفريد تتراوح أسعاره اليوم بحدود الثلاثة ألف دينار العراقي أني المواطن ليث البلداوي من محافظة صلاح الدين قضاء بلد أنتمي العائلة مشهورة بزراعة العنب يعني أبا عن جد هذا الصنف من العناب أبرز مميزاته شكله أن يكون شكله غريب وكبر الحبة والحبة أن تكون مدقومة يعني من نهايتها حجم العنقود يكون كبير والأبرز ما فيه أن الحبة تكون بدون بذور سأره بالأسواق الكيلو من 2500 إلى 3000 يعني هذا يعني أصدر للعاصمة بغداد وما أن أعلن المزارع البلداوي عن بداية موسم حصاد محصوله الذي ينتج لأول مرة في العراق حتى تلاقفه التجار والمزارعون وحظي بقوة شرائية غير مسبوقة جعل مزرعته خالية من العنب بعد أيام فقط من انتشار خبر نجاحه في زراعته ليكون ذلك تجيعا له في أن يمتلك أصناف نادرة أخرى من الفواكه خلال السنوات المقبلة والله يعني عندي طموح أن أطور هذا الصناف وأن أمتلك بعض أصناف نادرة أخرى إن شاء الله ومو بس الآن بإن شاء الله يعني أكي فواكه نادرة إن شاء الله راح نوفرها على مستوى العراق ونطبح من الحكومة العراقية وبالأخص وزارة الزراعة أن توفرنا يعني أبسط الوسائل اللي هي الأسمدة والمبيدات الفطرية والحشرية وتعتبر صلاح الدين ميناء العراق في إنتاج محصول العنب بمختلف أصنافه لما تمتلكه من تربة متميزة وأجواء مناخية تساعد على إنتاجه زراعة أصناف فريدة ومتميزة من العنب تبرهن على خصوبة الأراضي الزراعية العراقية وتستوجب وقفة الجهات الحكومية المعنية لدعمها وتطويرها محمد عدل الوربعية الرابعة صلاح الدين إليكم العنوين مع تجاوز الحرارة نصف درجة الغلاجان الدفاع المدني تصدر تحضيرات للمواطنين وجفاف يحول بحيرة الحبانية إلى بركة راكدة باقتراب موعد الاقتراع عزوف المرشحين يدفع المفوضية لتمديد التسجيل ودعوات لاعتماد بطاقة ناخب في المعاملات الرسمية النقل النيابية تكشف عن توجه لاستضافة وزيرة الاتصالات والفتلاوي تخاطب الرئاسة لتوجيه سؤال شفهي للمستضافة على خلفية قضايا تتعلق بالفساد حجز أموال وزير النفط السابق إحسان عبدالجبار ولجنة النزهة تتحرك صوب الوزارة قضايانا انتهت في هذه الجولة الإخبارية لكنها ما زالت مطروحة على موقع القناة الرابع دوت تيفي ومواقع التواصل الاجتماعي الرسمي والخاصة بقناة الرابعة دمتم بحفظ الله ورعايته اشتركوا في القناة